من ناحية هذا الحدث هو لأول مرة بيصير أنه نعمل معرض فيه حلاقين من جميع دول عربية بلاس أنه كذلك الأمر عاملين تكوين تكوين من ناحية الحلاقة والتجميل وتكوين فكري كيف واحد إدارة المحل مثل ما سبق وحكينا فيها اختيارنا نحن المغرب لأنه سياسة وجهات الحكومة المغربية يلي هي بالنهوض القطاع بشكل عام وحبينا نحن نكون الصباقين من ناحية الحلاقة والتجميل يطلعنا الدور فيها لأنه ولا دولة عربية فتحة فرصة مثل دولة المغرب فكرة الاتحاد العربي يجت بحكم أنك وفر ومؤخراً كنت عايش بألمانيا وشفت قديش عنا نحن بالدول العربية بحاجة لدعم لهذا القطاع فلقاينا فيه مواهب كتير كبيرة فعملنا استراتيجية كيف نقدر نعمل تطوير بهذا القطاع وكذلك الأمر كيف نقدر نحن نلبي الأشخاص يلي هني مش قدرين سيروا المهنتهم فإيش دي الفكرة هي فقط لغير قداش هذه المهنة راقية بروا وعننا نحن في دول العربية مش عطينا الحق اللي لازم بهذا القطاع الإكرهات هي كتير صراحة لأنه مهنة الحلاقة والتجميل المشكلة فيها القوانين في دول العربية مش عطينا القوانين الصحيحة يعني أنا أول إكرهة اللي هو أنه التعليم لمدة سنة هيدا أكبر خطأ لأنه الإنسان لا يدرس بده المنهم سنتين وما فوق هاي من ناحية الأولى من ناحية التانية أنه مندمج القطاع الحلاقة والتجميل مع المهنة الحرة نتمنى أنه يكون القطاع الحلاقة والتجميل إخدين كقانون خاص فيه كرميل لأنه بيختلف كليا على النجارة والبلومبي إلى آخره من ناحية التالتي أنه في دابة نموذج شخص الأمي بيقدر يصير كوفر وهذا الشيء كذلك الأمر خاطئ جدا لأنه نحن بدنا نعلم الكوفر قبل القراءة والكتابة بعدين يدرس في الحلاقة والتجميل كلمان يقدر يعرف كيف يعمل ميلونج الصبغات وخاصة هذا البرودوشمي خطير للشعر فدروري يكون فيه توعي أكتر مثل ما أنت بتعرفي من ناحية الدول العربية كل الدول العربية مبسوطين بالفكرة الاتحاد لأنه هذا فكرة جديدة عمرت من أشهر تسع أشهر لحديث الآن بالتسع أشهر الحمد لله انتشر الخبر على كل دول العربية بيجينا يومية اتصالات ويومية اللقاءات كان من نحن نسافر على دول عربية بس صعب نطلع من المغرب وبعدنا نحن عم نأسس المولود جديد فإذا نطرينه بس ليكبروا شوي صغيري لنقدر نحن نعطي الفكرة للدول العربية كاملة لأنه ما يمكنش نحن نعمل انتشار سريع بدول العربية بخصوص توجه الاتحاد العربي ونحن بكل بلد بدنا نشتغل عليها أكتر من ثلاث سنوات ليصير فيه مثل ما بقوله التعويض على استراتيجية جديدة من ناحية دول عربية هو يجهز بس نحن مش متسرعين كتير بالانتشار بطريقة الخاطئ بدنا نحن نتقوم بطريقة صحيحة هذا المعرض هو بنسخة الأولى وإن شاء الله رح يكون نسخة تانية في مدينة الرباط العاصمة وراح يكون بعد على موسع أكتر بكتير نحن ابتدأنا بهذا المعرض كرميل نحن نوسع القطار إن شاء الله بالمشاركة مع الجمعيتان شوفتون كانوا نحن بسع مننا عقد شراقي أما الخطة العامة إن شاء الله رح تكون بـ 2020 وشكرا لكل الشركات الموجودة في المعرض ويلي حيزلعت سئتها فينا وشكرا للمصممين للأزياء كذلك الأمر وشكرا للأشخاص يلي إجوا من جميع المدن في المغرب إجوا من العيون من الصحراء من الداخلة وهذا الشي بكبر فيه لأنه لما العالم تجيك من الأماكن كتير بعيدة تطلع ثلاث ساعات أربع ساعات لتجي تحضر الشولة الحلقين يعني هذا الشي شرف لأنه كتير كبير